ففقد محافظة حضر موت مبخوت بن ماضي أوضاع قطاع الكهرباء بالوادي والصحراء وقدرة التوليد بمحطات المؤسسة العامة للكهرباء وقدم نائب مدير فرع المؤسسة المهندس صلاح بن حريز شرحا عن نسبة العجز في القدرة والمعالجات لتحسين الخدمة أثناء زيادة الأحمال وجهود صيانة الشبكة وحملات التوعية للترشيد وشدد على مضاعفة جهود وإيجاد معالجات عاجلة لتحسين خدمة الكهرباء للمواطنين خلال شهر رمضان المبارك وفترة الصيف واتخاذ الإجراءات القانونية بفصل التيار الكهربائي عن المخالفين بالربط العشوائي إلى ذلك قام محافظة حضر موت وكل المحافظة لشؤون الوادي والصحراء عامر العامري بتفقد قيادة المنطقة العسكرية الأولى وناقش مع قائد المنطقة اللواء روكن صالح تميس وصالح طيمس ومدير الأمن العميد داروكن عبدالله بن حبيش جهود التنسيق في نشر نقاط أمنية على مداخل الوادي لمنع حمل السلاح ومنع دخوله إلى مدريات الوادي وشدد المحافظة على تعزيز اليقظة الأمنية والعسكرية وتنفيذ حملات لمنع حمل السلاح ومنع دخوله إلى مدريات الوادي والتجديد على منع أخذ أي مبالغ غير قانونية في النقاط من المواطنين